مدربة كرة قدم من فيرجينيا تستخدم الفيسبوك لإغواء الطلاب تم الحكم على كايلي لين نورو باستجن 15 سنة للاحتيال على طلاب عن طريق الانترنت من خلال ادعاء هوية أشخاص آخرين قامت المدربة السابقة للفوتبول في مدرسة فيرجينيا بيتش بإنشاء حسابات متعددة على الفيسبوك لإغواء الطلاب وإقامة علاقات عبر الانترنت وقد وصلت الوقاحة بالفتاة البالغة 27 عاما بالتبادل صور فاحشة مع مراهق عمره 17 عاما وبهدف الحفاظ على هويتها المزيفة قامت بابتياع عدة جوالات لكن الشرطة اكتشفت ما كانت نورو اللعوب تقوم به فقاموا باعتقالها وجعلوها تعترف بما اخترفت يداها